السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد على القناة قبل ما نحكيه على الموضوع تعنا تعناها اليوم سمحوا للمبرتاجي معكم قصة مؤسفة صرات لأحد المتابعين للقناة حكاها لعبر المسنجر هذا الإنسان عنده الوالد التاعو كان يستنى في استيراد سيارات منذ عامين ويستنى في استيراد سيارات وقال لي جمعنا مبلغ من المال باش نشريه سيارة جديدة ويفرح بها وليداته ويفرح بها هو للأسف الوالد التاعو توفى بكورونا وما حققش الحلم التاعو باش يشريه سيارة جديدة وراح يشغل بالحرقة التاعو احنا نعظمونه ولجره نقول له ان شاء الله ربي يجمحكم به في الجنة ان شاء الله كذلك قال لي هذا الإنسان رهو متأثر كثيرا من موضوع استيراد سيارات قال لي بديت لما نسمع موضوع استيراد سيارات قبالة يتفكر الوالد التاعو رحمة الله عليه وقال لي أصلا كرهه من موضوع هذا تاعي استيراد سيارات وهذه قصة من بين القيصص المؤسفة اللي راه يصار يوم ما على بنش بها هذا إنسان شوال كان يستنى في الاستيراد توفى ومش راش وما حققش الحلم التاعو كان الناس راي مغبونة يحوس يقضي بها سوالحو يحوس يدي بها المرض التاعو يقضي بها المرض التاعو كان العديد من القيصص نتمنى ومن السلوطات الرسمية تعالجنا هذا الموضوع وتنحينا هذا الموضوع في أقرب الآجل ولما رئيس الجمهورية قال نهاية السوداسي الأول ما وش بالضرورة خليونا حتى الله فانتا جوا بيعالجوا الموضوع هذا ممكن لأن السوداسي فيها آفريل فيه ماي فيها جوا يمشي بالضرورة نروحوا لازم نهار التالي باش نعالجوا الموضوع هذا ونقولوا راح يكون استيراد مور جوا باش نعالجوا لنا الأمر هذا والله أعلم أن كل واحد والرأي يتاعو حقيقة نبدأ ننكرهم الموضوع هذا كذلك كان موضوع جديد اليومان اللي هو قيطاع الغيار الأصلية منعوا الوكلاء باش يجيبوا قيطاع الغيار إلا بعد حصول وكلاء السيارات على الاحتماد هذا إن كان موجود الاحتماد معنات الناس اللي رأي عندها سيارات حاليا سواء كياس وفولزفاغن ما نشعرف أي علامة رأي مجدودة في الجزائر أنسى قيطاع الغيار الأصلية مع أنت لازم تروح تشري قيطاع الغيار المقلدة باش تركبها في السيارة التاعك انت عليه تفرض على الوكيل تقول له ما تجيب باش القيطاع الغيار الأصلية إلا لما تحصل على الاحتماد واختشي طولهم الاحتماد هذا وعليش تفرض عليه باش يروح يفتح له جيس جديد وتقول له دير آتولي جديدة باش تستورد سيارات جديدة اتأكدوا احنا ما هوش البروبليم في قيطاع الغيار لكن إذا ما حصلش الوكيل على الاحتماد ما راهوش راح يكون القيطاع الغيار الأصلية هذي معنتها الإنسان لما يروح يشري طنوبيل إذا كانت قيطاع الغيار الأصلية متوفرة اللهم ما مبارك وما نحكيوش على الأسعار كيفها حيصر إذا كانت ما يش متوفرة وطاحت لك الطنوبيل حطها وابقا تتفرج فيها معنتها كل شي راهو بدأ محصور بالاحتماد هذا تع استيراد السيارات كلش لازم الوكيلة بش يستوردوا لازم احتماد لازم الوكيلة بش يجيبوا قيطاع الغيار لازم احتماد يا خوتي وقتاش راح ينعنوا على الاحتماد هذا والله ما لابنا ربي يجيب الخير وخلاص هذا وش نقدر نقوله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر